مؤتمر المانحين الدوليين الذي يلتأم يوم غد في لندن تحت شعار دعم سوريا والمنطقة بمشاركة دولية واسعة يعول الأردن عليه كثيرا للحصول على أكبر دعم ممكن لتمكنه من تحمل تبعات استضافة نحو مليون واربعمائة ألف لاجئ على أراضيه أزميليزن الرماوي يسلط في تقريره أتالي الضوء على الأهمية التي يعلقها الأردن على مؤتمر لندن لا يكاد يمر يوم في الأردن دون أن تتناقل فيه وسائل الإعلام المحلية خبر استقبال حرس الحدود لاجئين سوريين من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين تدفق للاجئين السوريين إلى المملكة لم ينقطع منذ اندلاع الأزمة السورية قبل نحو خمس سنوات ما رفع عددهم إلى نحو مليون واربعمائة ألف يعيش نحو عشرين بالمئة منهم فقط حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيمي اللجوء المعدين لاستقبالهم الزعتري بمحافظة المفرق والأزرق بمحافظة الزرقاء فيما يتوزع الباقون على كافة محافظات المملكة لاسيما الشمالية التي تستضيف الغالبية العظمى منهم كإربيد والمفرق استضافة الأردن لمئات آلاف اللاجئين السوريين ولدت ضغوطات هائلة على موارده المحدودة أصلا في كافة القطاعات وعلى رأسها الصحة والتعليم بالإضافة إلى الخدمات والبنى التحتية ما كبدت دولة خسائر هائلة تفوق قدراتها حتى أضحط استضافة اللاجئين السوريين تكلف الموازنة حوالي خمسة وعشرين بالمئة من قيمتها فيما تزداد الصورة قتامة في ظل قلة الدعم الدولي المقدم للأردن في هذا المجال واقع لخصه جلالة الملك بقوله خلال مقابلة تلفزيونية إن الأردن وصل إلى مرحلة حريجة من هنا تأتي أهمية المؤتمر الدولي الرابع للمانحين الذي سيعقد في لندن غدا بمشاركة سبعين دولة بالإضافة إلى منظمات دولية وإغاثية بهدف مساعدة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم المالي للدول المستضيفة لهم لا سيما الأردن خلال أربع سنوات مقبلة وذلك من خلال الإعلان عن خطة تمويلية مقترحة من قبل البنك الدولي والحكومات والقطاع الخاص مؤتمر استنفر الأردن خلال الفترة الماضية دبلوماسيته للحجد له وهو البلد الذي يعول عليه كثيرا علّ وعسى أن يخرج منه بدعم حقيقي كبير ومستمر يتناسب مع حجم الأعباء التي يتحملها أعباء لخصها جلالة الملك بمثال ضربه حين قال إنه على الرغم من أن حجم اقتصادي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين يبلغ أكثر من خمسة وثلاثين تريليون دولار فإنهما ومع ذلك يواجهون بصعوبة تدفق نحو مليون لاجئ إليهما فكيف ببلد مثل الأردن يستضيف مئات الآلاف منهم على الرغم من أن حجم اقتصاده هو أقل من واحد بالألف في المئة مقارنة مع هذين العملاقين